الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الخلق وحبيب الحق ورحمة الله للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام حياكم الله إلى هذه الحلقة التاسعة من همسات السحر وهي همسات وهي صرخات وهي صيحات نذير وهي كلمات من القلب أرجو أن تصل إلى قلوبكم أيها الإخوة الكرام إن الإنسان يصوم لكي يتحصن في الدنيا بصومه من المعاصي والشهوات ولكي يتحصن في الآخرة من اللظى والعذاب والجمرات فكيف بمن يقضي صيامه في المعاصي والذنوب ماذا يكون جنة وحصنا له يحميه من عذاب الله في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال زي ما أنت بتلبس درع وتحتمي به في وقت المعركة الصيام هو زي كده زي ما بتتحصن في داخل الحصن في وقت المعركة هكذا الصيام وقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصن حصين من النار قال المناوي وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح وفي الآخرة من النار وقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة فهو جنة من عذاب الله فليس للنار عليه سبيل كما لا سبيل لها على مواضع الوضوء لأن الصوم يغمر البدن كله فهو جنة لجميع الجسد برحمة الله من النار هذا كلام المناوي رحمه الله في شرح كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما خبر الليلة أيها الإخوة الكرام فنحن على موعد مع عروة بن الزبير عالم المدينة أحد الفقهاء السبعة وابن حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عروة بن الزبير ابن العوام المجتهد المتعبد الصوام أخو عبد الله بن الزبير وابن أسماء بنت أبي بكر وأبوه الزبير حواري رسول الله وجده أبو بكر الصديق فيا لها من أسرة عظيمة مباركة قال الزهري جالست ابن المسي بسبع سنين لا أرى أن عالما غيره ثم تحولت إلى عروة ففجرت به ثبج بحر الله أكبر كأنه بحر يتفجر علما وقال أيضاً رأيت عروة بحراً لا تكدره الدلاء كيف كان صيامه؟ قال ابنه هشام كان يصوم يعني أباه الدهر إلا يوم الفطر ويوم النحر ومات وهو صائم مات وهو صائم فجعلوا يقولون له أفطر فلم يفطر وقال هشام إن أباه كان يسرد الصوم وعنه أن أباه وقعت في رجله الآكلة فقال ألا ندعو لك طبيباً قال إن شئتم فقالوا نسقيك شراباً يزول فيه عقلك فقال للطبيب امضي لشأنك إن ربي يبتلاني ليرى صبري يا سلام عايزين يدوله بينك عشان يفقد الوعي ويقدروا يقطعوله رجله رضي الله عنه وأرضاه ورحمه والغرغرينة دخلت في رجله قال لهم قال له امضي لشأنك إن ربي يبتلاني ليرى صبري ما كنت أظن أن خلقاً يشرب ما يزيل عقله حتى لا يعرف به فوضع المنشار على ركبته اليسرى فما سمعنا له حسة يا سبحان الله شيء عجيب شيء عجيب فلما قطعها جعل يقول شوفوا بقى كيف يخاطب ربه جل وعلا الناس اللي بتسخط والعاذ بالله وبتعترض على ربنا وعلى قضاء ربنا فحاجة بسيطة جداً ويسيرة جداً ولو شافوا ابتلاءات الناس وبلويهم ومشاكلهم هيحمده ربنا ألف مرة وهيعرف أنه حاله أهوى بكتير جداً شوفوا عروة بن الزبيرة قطعت رجله من ركبته وهو يقول لئن أخذت لقد أبقيت سبحانك يا رب ولئن ابتليت لقد عافيت ومع ذلك ما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة وكان ورده ربع القرآن كل يوم في المصحف نظراً يقوم به الليل ده عروة بن الزبير وعن عبد الواحد مولى عروة قال شهدت عروة بن الزبير قطع رجله وهو صائم صائم والله لكأنها الأعاجيب ولا تعجب فإن أمه أسماء وأباه الحواري وجدته صفية وخالته عائشة وجده الصديق فما استخبأت في رجل خبيئاً كمثل الدين أو حسب عتيقي ذو الأحساب أكرم من تراث وأصبر عند نائبة الحقوق فسبحان الله فيا إخوتاه هذه الأيام تصان وهي كالتاج على رأس الزمان وصل توقيع القدم من الرحيم الرحمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قد ذهب نصف البضاعة في التفريط والإضاعة وإن كان ثلثه قد ذهب قد ذهب ثلث البضاعة في التفريط والإضاعة والتسويف يمحق ساعة بعد ساعة والشمس والقمر بحسبان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يا واقفا في مقام التحير هل أنت على عزم التغير إلى متى إلى متى ترضى بالنزول في منزل الهوان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هل مضى من يومك يوم صالح سلمت فيه من جرائم القبائح تالله لقد سبق المتق الرابح وأنت راض بالخسران شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عينك مطلقة في الحرام يا ناس يلي أعدين قدام المسلسلات اسمعوا عينك مطلقة في الحرام ولسانك منبسط في الآثام ولأقدامك على الذنوب إقدام والكل مثبت في الديوان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سيشهد رمضان سيشهد رمضان إليك شقي فلان شقي فلان وسعد فلان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن في كل لحظة تقرب من قبرك فانظر لنفسك في تدبير أمرك وما أراك إلا كأول شهرك الأول والأوسط سيان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن زنوا أفعالكم في هذا الشهر بميزان واشتروا خلاصكم بما عز وهان فإن عجزتم فسالوا المعين وقد أعان إن كان في الماضي قد قبح الوصف فقم الآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال محمد بن إبراهيم بن الوزير رحمه الله تعالى أرجيك إذ كنت أهل الرجا وأخشاك إني من الظالمين وأسألك إذ كنت وأسألك إذ كنت قد علمت بحبك للسائلين وفوضت أمري بعد الدعاء بحق إلى أحكم الحاكمين وفوضت أمري وفوضت أمري بعد الدعاء بحق إلى أحكم الحاكمين إذا شئت أعفيتني من ذنوبي وسامحت يا أرحم الراحمين وفوضت أمري وهذا الذي أنت أهل له وأنت تحث به المحسنين وأنت الذي قلت لا تقنطه خطابا خصصت به المسرفين يا أيها الإخوة الكرام من لم يصم لسانه ولم يصن صيامه فإنه والعياذ بالله خائن فكن صائنا ولا تكن خائنة وتذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم جعلنا الله وإياكم من أهل الأمانة الأمناء ونعوذ بالله أن نكون من أهل الخيانة الأشقياء ونسأل الله أن يجعلنا من العاملين الفائزين بالأجر العظيم طاب سحركم وطاب سحوركم والحمد لله رب العالمين تسميها شقية فلان وسعيد والرمضان وسيشهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر